بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عزيزي المشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احتراف الدرجات والنهاردة ان شاء الله نتعرف على الدشمة الامامية والخلفية للدراجة الهوية. اه الدراجة السباق طبعا اهم حاجة فيها الدشمة. الدشمة هي اللي بتتحكم في ناقل السرعات في الدراجة الهوية. الدشمة الامامية بتنقل على الترس الامامي للدراجة الهوية اللي هو ما التلات تروس او الاربع تروس في الترس الكبير في البدال. والدرسة الخلفية بتنقل على السبع تروس الخلفيين للدراجات السباق جميعا. اه مهمة الدرسة طبعا زي ما احنا قلنا بتنقل الدشمة. وبتركب بطريقة سهلة خالص. المصمار اللي هو ده. هو ده. بتربط في المصورة بتاعة بتاعة العجلة او مصورة الكدر. ودي بيركب الجنزير بيركب من هنا. دي بيتطور من محول الجنزير الدرجة الهوية. ودي تمنها خمسين جنيه. الدشمة الخلفية اللي معنا دهيت. دي الدشمة الخلفية. فاترسين. ده هو الترس. تحتاني. والترس الفواني. وفي سيستة في النص. اهيت. دي بتشد. ودما اللي معنا دول جوز المصامير اللي هما بتحكمه في الدشمة. دول لو انت عاوز تصبط الدشمة بتاعتك. لازم تعرف وانا عامل حلقات على القناة بتشرح الشغل ده. والكلام ده. ودو المصمار لو الجنزير معك مناخرخ ولا حاجة وبتقدر تشد منه. والدشمة دي من النوع تزد وحاجة نظيفة. وبتركب في العجل النظيف. ودي تمنها خمسين جنيه. يعني الدشمتين اللي معنا دول. دي الدشمة خمسين ودي خمسين. وان شاء الله هعملكم حلقة تانية عن لو انت عاوز تحول العجلة العادية العجلة اسباء. هعملكم حلقة من ديت. فتابعوني على القناة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.